بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ورد في كتاب وسائل الشيعة صلاة الاستغفار التي كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تدعو صلاة الاستغفار أبدا لا تدعو صلاة الاستغفار يمكنك أن تصليها يوميا لماذا؟ لأنها بسيطة عبارة عن ركعتين ولكنها تصلح لك شأنك كله سواء كان شأن الزواج شأن الدين شأن ضيق المعيشة شأن الرزق شأن الخلافات في البيت المشاكل في العمل أي بمعنى بأن الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تصلي هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى يصدح الأمر الذي في بالك ترى بأن قضية العمل هناك في العمل فيه إرباكات فيه ضيق إلى غير ذلك الله يصدح عملك كله في مسألة الزواج هناك معرقلات هناك من يرفض هناك من لا يقبل هناك الشروط لغير ذلك الله يصلح شأن زواجك كله هناك من تقول بأنه لم يتقدم إلي خاطب كبرت في السن تقدم في العمر لم يتقدم إلي أحد يعني يستحقني إلى غير ذلك الله يصلح هذا الأمر كله وفي جميع المجالات الأخرى لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تدعو صلاة الاستغفار فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيت في معاشك ضيقاً وفي أمرك التياثاً يعني بمعنى يعني معروجات معرقلات أمور لا تتم إلا يعني بعد جهد جهيد ولا تتم كما تحب دائماً وأبداً الأمور معطلة متأخرة ضيق في المعيشة ضيق في النفس فيقول النبي صلى الله عليه وآله فأنزل حاجتك بالله تعالى وجل ولا تدع صلاة الاستغفار وهي ركعتان تفتتح الصلاة كفتح صلاة الفجر أو كافتتاح صلاة الفجر عادي يعني قرب إلى الله سبحانه وتعالى أصلي صلاة الاستغفار أتوجه إلى القبلة أقول أصلي صلاة الاستغفار قربة إلى الله سبحانه وتعالى سماحة السيد السيستاني لا يشترط التلفظ بالنية مجرد أنك تقف وتنوي صلاة الاستغفار بين يدي الله سبحانه وتعالى تفتح الصلاة وتقرأ سورة الحمد وإنا أنزلنا مرة واحدة في الركعة الثانية سورة الحمد وإنا أنزلنا مرة واحدة عرفنا الآن سورة الحمد وإنا أنزلنا في الركعة الثانية سورة الحمد وإنا أنزلنا في الركعة عندما تقرأ سورة الحمد وإنا أنزلنا تقول بعدها أستغفر الله خمسين مرة يعني أقرأ سورة الحمد ثم إنا أنزلنا ثم أستغفر الله أقول أستغفر الله خمسين مرة بالركوع عند الركوع أقول عشرا أستغفر الله عندما أقف أقول عشرا أستغفر الله عندما أهوي للسجود وأسجد أقول عشرا أستغفر الله أجلس أقول عشرا أستغفر الله أرجع للسجود أقول عشرا أستغفر الله أجلس الجلسة الثانية من السجود أقول عشرا أستغفر الله ثم أقوم للركعة الثانية التي هي عبارة أيضا عن سورة الحمد وإنا أنزلنا وتقول أستغفر الله خمسين مرة ثم أرجع للركوع وأقولها عشر مرات أستغفر الله وأقول عشر مرات أستغفر الله أهوي للسجود وأسجد وأقول عشر مرات أستغفر الله ثم أنهض من السجود وأقول عشر مرات أستغفر الله أرجع للسجود الثاني وأقول عشر مرات أستغفر الله أقوم من السجود الثاني وأقول عشرا أستغفر الله ثم أتشهد بالتشهد ثم أسلم وتنتهي الصلاة فيقول وهي كهيئة صلاة جعفر الطيار سلام الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله يقول النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك يصلح الله لك شأنك كل كل شأنك جميع حوائجك تقضى وتصلح وحياتك جميعا تصلح سواء كان يعني قبل الزواج بعد الزواج تريد أن تتزوج أنت تريدين أن تتزوجي أو أنك في الزواج الله يصلح شأن أسرتك شأن عائلتك شأن أولادك شأن زوجك شأن العمل شأن الوظيفة شأن المشروع شأن في أمر ما أنت تهتم به أو أنت تهتمين به أي أنها جامعة لكل الحوائج ومصلحة لكل الحاجات مسرعة لقضاء الحوائج على راحة بال هذه من مجربات العلماء الكبار جدا جدا وهم يعملون على قول النبي أمر النبي صلى الله عليه وآله لا تدعو صلاة الاستغفار إذا رأيت في معاشك في نفسك ضيقا وفي أمرك التياثا فورا توجه لصلاة الاستغفار برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة